اشتركوا في القناة ونشوف انه اقل حتى من المتوسط ومن اهم مواصفات لينوفو ايه الفين وعشرة اللي هو بيجي معه رام اه واحد جيجا بايت والذاكرة الداخلية ثمانية جيجا بايت طبعا الجهاز خفيف شوي يعني تقريبا وزنه مئة وسبعين غرام وخلينا على طول نفك الموبايل ونشوف اه حجم البطارية طبعا حجمها عادي سعتها طبعا اه الفين ميلي امبير يعني كويسة بالنسبة لحجم الشاشة لانو شاشته اربعة ونص طبعا تيجي بدقة اربعمية وثمانين في ثمانمية و اربعة وخمسين يعني بتخدم معك كويس وبيجي مع الموبايل اسبيكر موجودي ورا الجهاز من تحت طبعا هاي السبيكر بصراحة صوتها عالي بشكل مش طبيعي اه ممتازي يعني الكابسات كلها اللي موجودة اعتيادية بالنسبة لدرجة الوضوح اللي موجودة مع الشاشة بصراحة هي يعني رديقة شوي يعني بعتبرها عادية والاهم من هيك انه استجابة الشاشة لعملية الطاش انا بعتبرها بصراحة اه سيئة او يعني اه ضعيفة بشكل كبير لكن هو الجهاز فعليا يعني سعره مش غالي يعني بتوقع يمكن 90 دولار او 100 دولار على ما اظن والاهم من هيك انه بدعم شبكة الجيل الرابع يعني موبايل بهذه المواصفات وبهذا السعر بدعم شبكة الجيل الرابع وهاي احد المميزات اللي بتنحسب لهذا الموبايل وهذا الموبايل بيجي معه الجي بي اس وبيجي معه الواي فاي والبلوتوث وكمان بيجي معه راديو وكمان بيقبل عملية الاحتزاز لكن السيئة اللي موجودة فيه انه ما بدعم الواي فاي مباشر او الواي فاي دايركت وكمان ما بدعم الان افسي ولا حتى ميزة الانفرارد بالنسبة لنظام الاندرو اللي موجود مع الموبايل هو نظام الاندروينت 5.1 وهذا اشي يحسب كمان لهذا الموبايل وهذا الموبايل بيجي معه بروسيسور سرعة 1 جيجا هيرز من نوع اكواد كور وهذا اشي كويس بالنسبة لسعر الجهاز زائد رام 1 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا بايت وبتقدر كمان تركب ذاكرة خارجية تصل حتى 32 جيجا بايت خلينا نيجي للكاميرا نشوف المواصفات والعيوب وطبعا هذا الموبايل بيجي معه كاميرتين الأمامية بدقة 2 ميجابيكسل والخلفية بدقة 5 ميجابيكسل خليني ألتقط صورة وأفرجيكوا اياها على هذا الموبايل خليني أفرجيكوا الصورة لاحظ استجابة التوتش سيئ زي ما حكينا زي ما انت شايف هاي دقة الشاشة ضعيفة بشكل يعني كبير لكن برضو بنرجع بنقول حسب سعر الجهاز فتعتبر مناسبة وخلينا نرجع للشاشة طبعا بإمكانك تشوف أي صور حتى لو كانت تقنية HD طبعا راح تشوفها بشكل واضح ما فيها أي مشكلة لكن مش بالدقة اللي احنا متعودين عليها بالنسبة للموبايلات الثانية الشغل كمان موجود على الشاشة انه قبلية التجريح والتخديش برضو يعني موجود يعني ما في عليها أي حماية خلينا أفرجيكوا كيف ممكن تشغل الفيديو على الموبايل طبعا هذا فيديو كمان HD زي ما تشايف ما يزف الصوت بصراحة عالي ممتازي على هذا الموبايل تقدر تشاهد عليه أي فيديو انتلق فيه وكمان الجهاز بتحمل الألعاب لأني جابقته وبشتغل وما في عملية تهنيق أو تعليق موجودة على الموبايل لهيك أنا بكون وصلت لنهاية هذا العرض بتمنى منكم ما تنسونا في الدعم واللايك والسبسكرايب تعياتنا لكم دمتم في حفظ الرحمن